موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير طلبة الصف التاسع الأساسي مواقف تعليمي جديد من مواقف العلوم والحياة وتحديدا مع الجزء الأول من الروابط الكيميائية وتمثيل لوس يتوقع منكم أعزائي الطلبة في نهاية الموقف التعليمي أن تكونوا قادرين على التمييز بين الرابطة الأيونية والرابطة التساهمية عزيزي الطالب تتكون المواد من حولنا من ذرات ترتبط مع بعضها بقوات تجاذب تعرف بالروابط الكيميائية وهذه الروابط تعتمد نوعها وقوتها على التركيب الإلكتروني للذرات وكما درست سابقا عزيزي الطالب فإن الروابط الكيميائية بين ذرات العنصر في المركب الواحد تصنف إلى رابطة أيونية ورابطة تساهمية ولنستذكر معا ما درسناه سابقا عن كيفية تكون الرابطة الأيونية والرابطة التساهمية من خلال النشاط الآتي أدرس الأشكال الآتية ثم أجب عن الأسئلة التي تليها يمثل الشكل ألف تفاعل ذرة عنصر السوديوم مع ذرة عنصر لكلور تميل ذرة عنصر السوديوم إلى فقد إلكترون مستوى الطاقة الأخير لديها وذلك للوصول إلى حالة الثبات والاستقرار وتكوين أيون موجب بينما تميل ذرة عنصر لكلور إلى كسب إلكترون للوصول إلى حالة الثبات والاستقرار وتكوين أيون سالب تتجاذب الشحنات المختلفة أي أيون السوديوم الموجب مع أيون لكلور السالب ليتكون مركب كلوريد الصوديوم NaCl يمثل الشكل با تفاعل ذرة عنصر الهيدروجين مع ذرة عنصر الكلور كلتا الذرتين لها ميل متقارب لكسب الإلكترونات فتتشاركان في زوج من الإلكترونات ليتكون لدينا مركب كلوريد الهيدروجين HCl والآن عزيزي الطالب قم بالإجابة عن الأسئلة الآتية اكتب معادلة كيميائية رمزية تعبر عن التفاعل في كل من الشكل ألف والشكل با المعادلة الرمزية التي تعبر عن التفاعل في الشكل ألف NaSolid زائد CL2Gaz يعطي NaClSolid ولموازنة المعادلة نضرب Na ب2 ونضرب كلوريد الصوديوم ب2 الآن المعادلة الكيميائية الرمزية التي تعبر عن التفاعل في الشكل با H2Gaz زائد CL2Gaz يعطي HClGaz ولموازنة المعادلة نضرب كلوريد الهيدروجين ب2 ثمين كم عدد إلكترونات التكافؤ لكل من ذرة الصوديوم وذرة الكلور في التفاعل ألف في التفاعل ألف إلكترونات التكافؤ للصوديوم واحد وإلكترونات التكافؤ للكلور يساوي 7 في التفاعل با إلكترونات التكافؤ في ذرة الهيدروجين يساوي واحد وفي ذرة الكلور يساوي 7 ثلاثة لماذا ترتبط ذرات العناصر مع بعضها أو مع غيرها من ذرات العناصر؟ أحسنت عزيز الطالب ترتبط ذرات العناصر مع بعضها أو مع غيرها من ذرات العناصر للوصول إلى حالة الثبات والاستقرار حيث تصل معظم العناصر الكيميائية إلى حالة الثبات عندما يصبح في مستوى طاقتها الأخير ثمانية إلكترونات السؤال الرابع كيف وصلت كل من ذرة الصوديوم والكلور والهيدروجين إلى حالة الاستقرار في كل التفاعلين؟ في التفاعل ألف وصلت ذرة الصوديوم إلى حالة الاستقرار بفقد إلكترون بينما وصلت ذرة الكلور في التفاعل ألف إلى حالة الاستقرار بكسب إلكترون واحد في التفاعل با وصلت ذرة الهيدروجين إلى حالة الاستقرار بالتشارك بإلكترون واحد وكذلك ذرة الكلور بالتشارك بإلكترون واحد خمسة صنف كل من الصوديوم والكلور والهيدروجين إلى فلز ولا فلز يعد عنصر الصوديوم عنصر فلزي بينما يعد كل من الكلور والهيدروجين عناصر لا فلزية ماذا نسمي الرابط التي نشأت بين الكلور والسوديوم وتلك المتكونة بين الكلور والهايدروجين تسمى الرابط التي نشأت بين الكلور والسوديوم رابطة ايونية بينما تسمى الرابط التي تكونت بين الكلور والهايدروجين رابطة تساهمية تنشأ الرابطة الايونية بين الايونات الموجبة والايونات السالبة عند تفاعل عنصر فلز مع عنصر لا فلز حيث تميل الفلزات إلى فقد إلكترونات مستوى الطاقة الأخير وتكوين آيونات موجبة حيث أن إلكترونات التكافئ لديها ضعيفة الارتباط في النواة وبالتالي تفقد إلكترونات للوصول إلى تركيب مماثل لتركيب الغاز النبيل القريب إليها وذلك للوصول إلى حالة الثبات والاستقرار بينما تميل اللافي للذات إلى كسب إلكترونات للوصول إلى حالة الثبات والاستقرار وتكوين أيونات سالبة بينما تنشأ الرابط التساهمية إذا تفاعل لافلز مع لافلز آخر أو مع شبه فلز حيث يصلون إلى حالة الثبات عن طريق التشارك بزوج أو أكثر من الإلكترونات وبالتالي عزيزي الطالب تسمى الروابط بين الذرات في الجزيء بالرابط التساهمية وبين الأيونات في المركب الأيوني بالرابط الأيونية ولتعرف أعزاء الطالبة على قابلية بعض العناصر الممثلة لكسب الإلكترونات أو فقدها من خلال النشاط الآتي تأمل هذا الجدول وماذا تلاحظ لعلك لاحظت عزيزي الطالب أن عناصر المجموعة الأولى A باستثناء الهايدروجين وعناصر المجموعة الثانية A لها ميل لفقد الإلكترونات عند تفاعلها ويزداد ميل هذه العناصر لفقد الإلكترونات عند الانتقال من أعلى إلى أسفل في المجموعة الواحدة وذلك لأن إلكترونات التكافؤ لديها ضعيفة الارتباط بالنوى وبالتالي يسهل فقدها عناصر المجموعة الرابعة A عناصر تتفاعل لكنها لا تميل إلى الكسب أو الفقدان معظم عناصر المجموعة الخامسة A وعناصر المجموعة السادسة A وعناصر المجموعة السابعة A لها ميل لكسب الإلكترونات وذلك عند تفاعلها مع الفلزات ويزداد ميلها لكسب الإلكترونات عند الانتقال من أسفل إلى أعلى في المجموعة الواحدة وذلك لأن إلكترونات التكافؤ لديها قوية الارتباط بالنوى عناصر المجموعة الثامنة A غازات نبيلة لا تميل إلى التفاعل إلا تحت ظروف صعبة والآن عزيزي الطالب قم بالإجابة عن السؤال الآتي اكتب صيغة المركب الناتج عن تفاعل البوتاسيوم مع الأكسوجين والفلور مع النيتروجين وما نوع الرابطة المتكونة بينهما كما تعلم عزيزي الطالب عنصر البوتاسيوم عنصر فلزي يميل إلى فقد الإلكترونات وبالتالي فإن الشحن المتوقع له موجب واحد بينما عنصر الأكسوجين عنصر لافلزي يميل إلى كسب الإلكترونات وبالتالي فإن الشحن المتوقع له سالب تنين وبتبادل الشحنات فإن صيغة المركب الناتج K2O ونوع الرابطة المتكونة بينهما رابطة أيونية بينما صيغة المركب الناتج عن تفاعل الفلور مع النيتروجين NF3 حيث كل الذرتين لها ميل متقارب لكسب الإلكترونات ذرة النيتروجين تحتوي على خمسة إلكترونات تكافور إذن تحتاج إلى ثلاثة إلكترونات حتى تصل إلى حالة الثبات والاستقرار ذرة الفلور تحتوي على سبعة إلكترونات تكافور إذن تحتاج إلى إلكترون واحد حتى تصل إلى حالة الثبات والاستقرار فتكون ذرة النيتروجين ثلاث روابط مع ذرات الفلور وبالتالي فإن صيغة المركب الناتج NF3 ونوع الرابط المتكونة هي رابطة تساهمية وحادية سؤال أكتب الصيغة الكيميائية ناتجة عن تفاعل كل من الآتية ثم حدد نوع الرابطة أولاً الليثيوم مع الأكسجين الليثيوم التوزيع الإلكتروني له 2 1 الأكسجين التوزيع الإلكتروني له 2 6 الليثيوم عنصر فيلزي يميل إلى فقد إلكترون التكافؤ وبالتالي فإن الشحن المتوقع له موجب 1 عنصر الأكسجين عنصر لا فيلزي يميل إلى كسب الإلكترونات وبالتالي فإن الشحن المتوقع له سالب 2 وبالضرب التبادلي فإن الصيغة الكيميائية لهذا المركب الـ i2o ونوع الرابطة هي رابطة أيونية با الكربون مع الفلور التوزيع الإلكتروني للكربون 2 2 4 ونوع الرابطة تساهمية وتكون صيغة المركب الناتج cf4 ونوع الرابطة رابطة تساهمية المهمة التعليمية المطلوبة منك عزيز الطالب أدرث الأشكال الآتية ثم أجب عن الأسئلة التي تليها 1- ما نوع الرابطة في كل من الشكلين 2- أكتب صيغة المركب الذي يمثله كل شكل 3- أيهما تتوقع أن يكون في الحالة الصلبة وأيهما في الحالة السائلة بإمكانك عزيز الطالب الاطلاع إلى سلم التقدير الذي من خلاله سيقيم المعلم أداءك في هذه المهمة من حيث دقة والصحة المطلوب والالتزام بالوقت وإلى هنا نكون قد أنهينا الجزء الأول من الروابط الكيميائية وتمثيل لويس يمكنكم أعزاء الطلبة مشاهدة الموقف التعليمي مرة أخرى من خلال الكود أو الرابط الظاهر أسفل الشاشة شكرا لمشاهدتكم دمتم في حفظ الله ورعايته إلى اللقاء اشتركوا في القناة